منذ أن وطأت أقدام الاحتلال الصهيوني مدينة القدس لم يدخر جهداً للسيطرة عليها وتغيير معالمها العربية والإسلامية بهدف تهويدها وتهجير أهلها وحي الشيخ جراح أحد الأمثلات على ذلك حيث تعمل سلطات الاحتلال على مشروع استثناني جديد في هذا الحي من خلال سياسة تهجير ممنهجة تتبعها منذ سنوات طويلة تسارعت خلال الأشهر الماضية حيث صدقت المحكمة المركزية للاحتلال منذ بداية العام الجاري على قرارات إخلاء سبع عائلات من منازلها لصالح المستوطنين كذلك أصدرت محكمة الاحتلال المركزية عدة قرارات بشأن إخلاء عائلات مقدسية تقطن حي الشيخ جراح خلال الأشهر المقبلة ورفضت استأنافات قدمت لها وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية إلا أن محاكمة الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض بل اكتفت بوثيقة تقدمت بها الجمعيات الاستيطانية وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972 وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم في حي الشيخ جراح اليوم نضال فلسطيني للدفاع عن حق الوجود والبقاء في هذه المنطقة المهددة بالإخلاء خلال شهرين نضال يصر الأهالي على مواصلته لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة ضدهم وبينما يرفع الأهالي أصواتهم عسى تلقى استجابة دولية من خلال حملات أعلامية كحملة أنقذ حي الشيخ جراح على وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمهم مع الكثير من المؤسسات والمنظمات في مختلف المناطق الفلسطينية فعاليات تؤكد على حقوقهم وانتهاكات الاحتلال يطالب هؤلاء الأردن بتقديم الوثيقة الرسمية التي تؤكد ملكيتهم للمنازل التي يعيشون بها فيما تؤكد عمان أن جميع الوثائق المتوفرة لديها قدمت للسلطة الفلسطينية ليبقى الخطر بتهجيرهم والاستيلاء على منازلهم من قبل سلطات الاحتلال كبوسا يلاحقهم وينغس حياتهم بشكل يومي ترجمة نانسي قنقر